كما التقى سمو رئيس الحرس الوطني بالفريق محمد سعيد قائد الفيلق الخامس بالجيش الباكستاني على هامش فعليات معرض ومنتدى الدفاع الباكستاني ورحب قائد الفيلق الخامس بسمو رئيس الحرس الوطني واكدا المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأثنى سمو رئيس الحرس الوطني على ما تضمنه المعرض وما يحتويه من مقتنيات أو تقنيات عسكرية وتطورات عسكرية حديثة تواكب النهضة العالمية في مجالات التسليح العسكرية للجيوش ومنتسبيها مؤكدا سمو حرص رئاسة الحرس الوطني على مواكبة التطورات العسكرية والتكنولوجية التي تخدم صرح الحرس الوطني ومنتسبيه رافق سمو رئيس الحرس الوطني في حفل الافتتاح وفد من ضباط الحرس الوطني